يا بلادي في مشهد يعكس تمسك المجلس الأعلى للدولة بالخيار الديمقراطي في اختيار هيئة رئاسته جدد أعضاء المجلس انتخاب خالد المشري رئيسا لدورة رابعة مدتها سنة 73 صوت للسيد خالد المشري المشري فاز خلال الجولة الثانية من التصويت ب73 صوتا من أصل 128 أمام منافسه صلاح ميتو في مجارة الجولة الأولى بين كل من المشري وميتو وسعيد كلا في كلمته الأولى بعد تجديد انتخابه قال المشري في رسالة ضمنية لمجلس النواب ورئيسه عقيل الصالح بأنه يتمنى أن تتم الاستفادة من الدرس الانتخابي الذي قدمه مجلس الدولة اليوم هذا العرس الانتخابي يجرى اليوم في الوقت الذي نرى مؤسسات أخرى في بلدنا لا تمارس هذا النوع من الانتخاب ومن إعطاء الثقة لرؤسائها بشكل دوري نتمنى أن يستوعب هذا الدرس كما نلاحظ أو كما ننوه إلى ملاحظة مهمة نحن حرصنا أن تكون هناك انتخاب وفي الموعد رغم حرصنا على انتخابات العامة في 24 ديسمبر لكن نحن نريد أن نرسل رسالة أننا نلتزم بالمواعيد الانتخابية أعضاء المجلس الأعلى للدولة انتخبوا أيضا منصور عبيد نائبا أول للرئيس كما اختار عمر بوشاح نائبا ثانيا للمشري ليكتمل نصاب الرئاسة الجديدة للمجلس في صورة يصفها طيف من المراقبين بأنها درس للتداول السلمية على السلطة وتعميق للمسار الديمقراطي داخل الأعلى للدولة على عكس ما يجري في مجلس النواب الذي يرأسه عقيل صالح منذ نوفمبر 2014